عبد الرحيم بيسأل بيقول هو بيصلي في البيت بمراته وابنه فبيسأل حراك يوقفه ازاي؟ دلوقتي بيقف الإمام إذا كان الإمام ومعه أكثر من واحد من الرجال يبقى الإمام بيقف قدام وبعدين الرجال خلفه أو الذكور رجالا أو صبيانا يعني أو صبي وخلفهم النساء اللي هو الترتيب الطبيعي طيب إذا وجد واحد فقط رجل وواحدة امرأة يبقى الرجل بيقف على يمين الإمام متأخرا يعني بيوقف كده على يمين الإمام بس وراء قدر بسيط كده والمرأة خلفه سيدنا نانس يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم معنا فقمت على يمينه ده يبقى كده المأمون بقى على يمين الإمام وأم سليم خلفنا ده الترتيب الطبيعي جميل